السلام عليكم معاني أب شليسن الثمانية المعنى الأول يحكم إغلاق غرفة أو نحوها بمفتاح إذن لدينا مساحة غرفة أو ما شابه فهو يغلقها لأنه شليسن لكن أب هنا أعطت إحكام الإغلاق فكيف يحكم إغلاقها بمفتاح عندها يكون الإغلاق محكما أي إحكام إغلاق غرفة أو خزانة أو سيارة أو شقة بمفتاح ركزوا على المفتاح في المعنى الأول لأب شليسن وكذلك لدينا داس فاغات أب شليسن أي إحكام إغلاق الدراجة الهوائية بمفتاح كيف ذلك أن يؤمن بقفل كما هو في الصورة هنا بقفل ضد السرقة ودي تير فا أب شليسن أي الباب كان محكم الإغلاق بمفتاح فإن أب هنا أنقصت إمكانية احتكاك منهم خارج الشيء المغلق بما في داخله عن طريق إحكامه ففصلتهم أكثر عن بعضهم أي أن أنك عندما تغلق غرفة مثلا فأنت تفصل منهم خارجها عن منهم داخلها ولذلك استعملنا أب التي دائما تعني الانفصال المعنى الثاني يعيق شيئا من خلال ماذا؟ من خلال قفل الباب فإذا أقفل الباب فقد أعاق عرقل ومن ثم يغادر الغرفة لماذا يقفل الباب؟ لماذا من يريد أن يعيقه؟ يريد أن يعيق الشخص خارج الغرفة كي لا يتمكن من الوصول إلى داخل الغرفة مثلا وهذا المعنى شائع في بعض المناطق فقط فإذا قلنا أي إقفال باب المكان الذي يحوي المال بإحكام ومن ثم مغادرته فنلاحظ هنا أننا أن الإغلاق أتى ليس على الغرفة مثلا التي تحوي المال كما هو في المعنى الأول وإنما على المال نفسه فإذا أغلقنا أو ذكرنا مع الإغلاق أب شليسا الشيء ذاته داخل الشيء المغلاق كمثال هنا المال وليس خزانة المال وليس غرفة المال وإنما المال نفسه فهنا تكون أب قد ركزت على الشيء ليس الحافظ وإنما المحفوظ فدلت على انفصال الشخص عن المكان ومغادرته لأننا ركزنا على الشيء المعنى الثالث يعزله عن شخص أو عن شيء كيف يعزله بإغلاقه وبإحكام إغلاقه فإذا قلنا أي عزل شيء بإغلاقه على نحو المحكم إذن عندما تغلق شيئا على نحو المحكم وتذكر الصفة صفة إضافية أيضا تعني الإحكام فهنا إحكام بالأب وهنا الصفة أيضا فأصبح عزلا كهذا الصندوق الذي يعزل ما بداخله عن ما بخارجه تماما كأن يعزله عن الهواء بشكل كامل فلأننا ذكرنا صفة وهي تعني هنا الإحكام الإغلاق عن الهواء لذلك هنا لوفت هواء فهذه الصفة أضيفت لأب الذي تعني الإحكام فأصبح محكما جدا فأصبح يعزل المعنى الرابع يشكل نهاية شيء فمثلا المسرح شكل نهاية إحدى جانبي الساحة لدينا ساحة دائرية كبيرة مثلا ولدينا الجانب الأيمن والجانب الأيسر في الجانب الأيمن إذا نظرت تجد في نهاية الجانب الأيمن تجد المسرح فلأن المسرح كان في نهاية الجانب الأيمن وللتأكيد على أنه كان في أقصاه في نهاية الجانب الأيمن تماما فجاءت أب لتعبر عن الانفصال أي أنه لا يمكن أن يكون هناك احتمال أن يكون المسرح قبل نهاية الجانب الأيمن وإنما فعلا في نهايتي فانفصل عن احتمال كون هذا الشيء هناك ما هو أقصى منه المعنى الخامس ينهي شيئا يوصله إلى ختامه يقوده إلى نهايته فمثلا أي الوصول بمحادثة أو بدراسته أو بروايتين إلى نهايتها يصل بالمحادثة إلى نهايتها إذن انتهوا من المحادثة ووصلوا إلى ختامها أي تحضيرات السفر قد استكملت وصلت إلى نهايتها فأيضا أي وصلت نهايتها فلم يعود لدى الطالب شيء يدرسه من الدراسة الجامعية لأنه ختمها ووصل إلى نهايتها فأب هنا في هذا المعنى فصلت احتمال أن يكون هناك شيء من الدراسة الجامعية لم يستكمل بعد المعنى السادس ينتهي مرافقا لشيء أو ينتهي بشيء فهنا أب أيضا تعني الانفصال بسبب الوصول إلى نهاية الشيء فانفصلت عن أوله لكن هنا أيضا مع وصف الحالة التي رافقت هذه النهاية فمثلا أب شليسة إذن الانتهاء بربح أو بعجز مالي وهذا يستخدم في لغة البيع الباعة الذين يبيعون وكذلك ورق الجدران ينتهي بشريط ذهبي ورق الجدران في آخره شريط ذهبي كإطار فينتهي به الرواية تنتهي بموت البطل فإذن كله يصف الحالة التي انتهى إليها الشيء المعنى السابع يأتي إلى نهاية مع شخص أو شيء أي يقطع علاقته بشخص أو بشيء Ich habe mit ihr abgeschlossen لقد قطعت علاقتي بها Mit dem Leben der Welt abgeschlossen haben وصلنا إلى نهاية علاقتنا بالحياة أو بالعالم أي لم نعد ننتظر من الحياة أي شيء جديد واستسلمنا لقدرنا فأب هنا أيضا فصلت لكن علاقة الشخص بشخص آخر المعنى الثامن والأخير يتفق من خلال عقد أو نحوه فمثلاً أين فتراك ميت يماندم أين فزيشرون جشفته أبشلسن أي الاتفاق على عقد مع شخص أو على تأمين أو على معاملات تجارية كذلك أين فتي ميت يماندم أو في إدفاس أبشلسن الاتفاق على مراهنة شخص على شيء ما أي مراهنة شخص على شيء فأب هنا فصلت إمكانية التردد في نتيجة الاتفاق فلم يعد هناك تردد حسمتها بتوقيع عقد إذن ملخص كل ما ذكرناه في السابق نلخصه في معنى واحد أن أبشلسن وشليسن طبعاً يغلق فدخول أب عليها ماذا جعل تفصيلاً في المعنى في معنى الإغلاق ما هو؟ أصبح المعنى العام كله لأبشلسن يحكم الإغلاق فيفصل الشيء عن محيطه عندما نغلقه نغلق عليه شيئاً نضع المال في الصندوق ونغلقه مثلاً فنفصل المال عن محيطه عن خارج الصندوق فلا يستطيع أحد أن يدخل ويأخذ المال أو يحكم نهاية شيء نصل بشيء إلى نهايته لكن نهايته تماماً وحتماً ونهايته فعلاً فبالتالي فصلناه عن أوله لأن هذا الشيء انتهى تماماً فهذا الإحكام في الإغلاق أو في الانتهاء استفدناه من أب والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر